اشتركوا في القناة في الجزء الثاني من الحلقة اثنين من النقاد الرياضيين التقال الصحفيين القبار جدا اللي هتكلموا معايا في استعداد الاهلي لمباراة يوم الخميس ان شاء الله امام نادي الاسماعيلي وايضا اكيد هنتكلم على مباراة امس الاهلي امام فريد تاونشوب وانتكلم اكيد بشكل عام عن الوضع الحالي للكرة المصرية والمدير الفني القادم للمنتخب الوطني معايا طبعا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلطوت وايضا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري هيكونوا معايا في الجزء الثاني من الحلقة طبعا كنا مع حضراتكم من بارح غطينا لقاء النادي الاهلي وفريد تاونشوب رولرز وتكلمنا بشكل كبير عن اهم النقاط الايجابية اللي شفناها في مباراة الاهلي ويعني ان شاء الله ازاي هيستعد لمباراة يوم الخميس القوية جدا امام نادي الاسماعيدي في بداية الدوري الممتاز النادي الاهلي غادر مطار بوتسوانا وفي الطريق الى عودته الى القاهرة علشان يستكمل استعداداته لأولى مبارياته في الدوري طبعا معنا اخبار كتير خاصة بالنادي الاهلي زي ما حضراتكم متعودين بتكون دايما هي فقرتنا الاولى الفقرة اللي بتضم كل الاخبار الخاصة بالنادي الاهلي بلعبة كرة القدم باخبار عن الالعاب الاخرى وايضا اخبار اخر القرارات اللي موجودة لو فيه قرارات من قبل مجلس الادارة لكن الخبر المهم الخاص بي يعني اول خبر مهم معايا خاص ببكرة ان شاء الله زي ما اعلنت مباريح وقلت ان النادي الاهلي طلع بيان قال فيه انه هيعمل احتفالية يوم الاتنين ان شاء الله علشان يحتفل بكل الالعاب الجماعية والفردية على الانجازات اللي حققوها خلال الفترة الماضية والنهاية هتكون خطوة تشجيع لكل اللاعبات واللعبين والمدربين والمدربات اللي موجودين علشان يبدلوا قصارة جهدهم في رفع اسم النادي الاهلي وطبعا طبعا زي نجومنا اللي موجودين مع منتخب مصر فيه دورة الالعاب الافريقية للشباب اللي بيحققوا مدليات ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف الالعاب شفنا كمان في الالعاب الفردية غير دورة الالعاب الافريقية للشباب بالجزائر شفنا مصطفى عسل مع فريق السكواش وبطولة العالم للشباب او للنشئين اي حد بيرفع اسم النادي الاهلي اي حد بيساهم في انجازات وبطولات للنادي الاهلي اكيد طبعا لازم يتم تكريمه قلنا قبل كده ان مجلس الادارة مش موجود فقط علشان لعبة كرة الخدم مجلس الادارة موجود علشان كل اللعبات مجلس الادارة بيهتم بالشباب الصغير قبل الكبار بيهتم بالاعضاء وطلباتهم واحتياجاتهم شايفين يعني خطوات لطفرة انشائية في الفترة القادمة ايضا الفرق بسم الله ما شاء الله مشي بشكل كويس فريق كرة رجع الى المصار الصحيح في بطولة افريقيا ايضا بنتكلم على الالعاب الفردية وبنتكلم على الالعاب الجماعية اللي موجودين يعني شفنا فريق الطايرة شفنا فريق كرة السلة شفنا يعني بنتكلم على الرجال والسيدات بسم الله ما شاء الله كل واحد منهم حقق اللي حقق ثلاثية واللي حقق ربعية واللي حقق بطولات فردية على اعلى مستوى بالتالي دي بتحط ضغط كبير جدا على اللعابة اللي موجودة وعلى المدربين انهم الموسم القادم مش هينفع يتنازلوا عن ولا بطولة قدر زي ما انا هقول او بقول دايما قدر اي حد موجود في النادي الاهلي انه يكون رقم واحد انه يكون دايما هو اللي بينافس على كل الالقاب ضغط اكيد محدش هيستوعبه اللاعبين ولعبات النادي اللي هم العارفين يعني ايه مسؤولية يعني ايه بلعب على بطولة يعني ايه اموت نفسي لحد اخر وقت يعني ايه حماس يعني ايه رجولة داخل الملعب كل الكلام ده كله طبعا عارفينه من خلال روح الفنلة الحمر عشان كده مجلس الادارة ان شاء الله وده اول خبر موجود معايا بشكل رسمي ان الاهل يدعو وسائل الاعلام لحضور احتفالية تكريم الفرق الرياضية ان مجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب دعا جميع وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروعة لحضور احتفالية تكريم الفرق الرياضية المقرر لها بكرة ان شاء الله الاتنين نادي الاهلي بيقيم الاحتفالية في الساعة السابعة من مساء غد بكرة ان شاء الله احتفالية كبيرة بملعب مختار التتش بالجزيرة لتكريم الفرق الرياضية واللي حققت المراكز الاولى في المسابقات المختلفة الفردية والجماعية على مستوى جميع اللعبات والفرق بالنادي وكانت اللجنة المنظمة للاحتفالية طبعا نادي الاهلي كل حاجة بيعملها لازم يكون فيها نظام ويكون فيها سيستم محطوط علشان تخرج بالشكل اللي عارفينه عن النادي الاهلي اللجنة المنظمة للاحتفالية برئاسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي عقدت اجتماعا مهما لوضع الرطوش الأخيرة للاحتفالية لتخرج بالشكل الذي يليق بالنادي الاهلي وأبطاله والتكليم طبعا جيه في إطار سياسة مجلس الإدارة في دعم الكبير لمن يجتهد ويبذل الجهد ويرفع راية النادي الاهلي في كل المناسبات داخل مصر وخارجها ويعلي من شأن نادي القرن الافريقي وزي ما أنا قلت تحفيز إلى الآخرين من الرياضيين في النادي لبذل الجهد حتى يصلوا إلى مرحلة البطولة ويحققوا الإنجازات التي تعلي من قيمتهم وترفع راية ناديها ده طبعا هيكون بكرة الساعة سبعة إن شاء الله قناة النادي الاهلي أكيد هيكون لها دور مهمة جدا في الاحتفالية وهنقل لحضراتكم لحظة بلحظة من داخل النادي الاهلي وملعب مختار التتش الساعة سبعة بتوقيت القاهرة الخبر الثاني إدارة الاهلي تكرم الفرق الرياضية اللي حققت المراكز الأولى ده ليه علاقة بالخبر الأول طبعا إن بكرة إن شاء الله هيكون في الاحتفالية اللي خاصة بتكريم كل الفرق اللي حققت المراكز الأولى نروح للأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثة النادي الاهلي في بوتسوانا واللي من خلاله كان وشه حلو وقدر النادي الاهلي يحقق فوز مهم جدا جدا على فريتاون شفرولرز فيه دوري أبطال أفريقيا في الجولة الرابعة بنتيجة واحد صفر الأستاذ خالد قال قادرون على تخطي الصعاب وحققنا فوزا مهما طبعا فوز مهم جدا فوز بثلاث نقاط غالين فوز يعني ممكن يكون البعض مش راضي عن أداء النادي الاهلي لكن احنا عارفين النادي الاهلي كان بيمر بظروف صعبة في خلال هذه البطولة من لقائين كان عندنا نقطة وحيدة وبالتالي كان لازم ناخد الست نقاط دول علشان يفرقوا مع مشوار النادي الاهلي في البطولة المهمة والمحببة لذا لعيب النادي الاهلي مهم أستاذ خالد قال إن لعيب الاهلي أكدوا أنهم قادرون على تخطي الصعاب لتحقيق هدفهم في المباريات وموضحا أن اللاعبين تحملوا على أنفسهم محقق وفوزا ثمينا على تونشيب البتسواني أمس السبت في بطولة أفريقيا تحديدا في الجولة الرابعة النادي الاهلي بالمناسبة عنده اللقاء القادم إن شاء الله هيكون أمام الترجي التونسي في تونس في ملعب رادس دايما بيكون وشه وش الخير والساعدة علينا ونقدر نحقق من خلاله بطولات أو انتصارات في مباريات داخل البطولة الأفريقية أشار برضو السبت خالد أن الأهلي وجه ظروف صعبة خلال رحلة الصفر إلى بطسوانا بدءا من رحلة الطيران الشاقة اللي سفروا إلى أديس أبابا وترانزيت ساعة ونصف ومن بعد كده توجهوا إلى بطسوانا كمان محدش ينسى المواقف اللي مر بها النادي الاهلي فيه خلال صفره موقف الأوتوبيس على سبيل المثال لما شفنا أن قبل المباراة أو آخر تمرينة للنادي الاهلي قبل مباراته مع فري تاونشب اللي كانت يوم الجمعة فجئنا كلنا مع مراسلنا اللي موجود دائما مع النادي الاهلي في كل مكان محمد سعيد أن الأوتوبيس غادر التمرين النادي الاهلي وأنه يعني ألقى بكل أشياء داخل الأوتوبيس ألقى يعني يعني السواء دخل جوه الأوتوبيس طلع كل الشنط الخاصة باللعاب النادي الاهلي الكور اللي إماع كل حاجة خاصة باللعابة ومستحضرات التدريبات وبالتالي كان موقف صعب جدا الأوتوبيس ميشي أستاذ خلادي الدرندالي رئيس البعثة معه الكابتن محمد يوسف حلوا الموضوع بشكل ودي اتصرفوا في عربيات ملاكي اتصرفوا في عربيات أجرة نقلت اللعيبة من مكان التدريب أو الملعب الوطني لفريق تاونش برولرز لمقر الإقامة وبالتالي دي من ضمن الصعاب طبعا الوجهة النادي الاهلي في خلال مشواره إلى راحة البوتسوانا السفر لأفريقيا صعب جدا ممكن حد يعني يقارن ما بين دوري أبطال أوروبا ودوري أفريقيا الفرق واضح جدا وشاسع في أبطال أوروبا البلد من البلد لأوروبا قريبة جدا وعندهم طيران دايريكت وبالتالي يعني الموضوع عندهم بيبقى سهل هنا ما عندناش الصفر دايما بيبقى طويل وفي نفس الوقت بيكون مش دايريكت على البلد نادرا لما بنلاقي صفر إلى العاصمة اللي بيكون الاهلي بيلعب فيها لكن لما بيكون يعني زي بوتسوانا ما فيش سفر لها مباشر وبالتالي الأهلي بيسافر عن طريق خطوطها الإثبابية بيبقى موجود في أديس أبابا ساعة ونص ترونزيت بعد كده بينتقل إلى بوتسوانا أستاذ خالد طبعا زي ما أنا قلت في حلقات قبل كده أن بنقارن ما بين بطولة 2013 البطولة اللي كانت صعبة وبدايات صعبة جدا إلى نهاية سعيدة والفوز بالبطولة مع الكابتن محمد يوسف المدير الفني اللي كان بيقود النادي الأهلي في وقت هذه البطولة أو في هذه الفترة في الوقت يوم موجود مدرب عام وبالتالي إن شاء الله يكون وش حلو يقدر أنه ينقل اللعيبة خبرات اللي حصلت والظروف اللي اتعرض ديها اللعيبة وقدروا أنهم يحولوا الطاقة السلبية اللي كانت موجودة إلى طاقة إيجابية وطاقة فوز وانتصار وحققوا البطولة في الآخر وده طبعا تكلم فيه الأستاذ خالد الدرندالي وقال إن دعم كامل من المجلس للجهاز واللعيبة ومن أجل استعادة اللقب الأفريقي الغائب عن النادي منذ عام 2013 وطبعا كابتن محمود الخطيب كان أجرى اتصارا هاتفيا مع الأستاذ خالد الدرندالي علشان يبارك له على الفوز وين التحياته وليه اللعيبة وبعديها على طول طبعا بيتطمن على البعثة لحظة بلحظة حتى وصولها وأمر مش غريب على مجلس إدارة النادي الأهلي قدام حضراتكم دي بعض اللقطات اللي موجودة في بوتسوانا وزي ما احنا شايفين الكابتن مصطفى كمال كان بيساعد جونيور أجرى في نقله من الأوتوبيس بعد تعرضه إلى إصابة أعتقد أنه هيغيب وهنتكلم عليها هيغيب خلال الفترة القادمة حوالي ست أسابيع من ست أسابيع لتمانية طبعا يعني لعب مهم جدا ولعب هيفرق مع النادي الأهلي الفترة القادمة لكن احنا متعودين دايما أن النادي الأهلي أي حد بيبقى موجود بيقدر يحل مكان أي لعب وبيقدر يقدي بنفسه المستوى كل اللعيبة اللي في النادي الأهلي على قدر واحد من المستوى عندهم روح واحدة عندهم عزيمة واحدة عندهم هدف واحد هو الفوز واللي عجبني كمان اللعيبة ومستر كارترون أن أي لعب بيلعب أساسي أي لعب بيبقى موجود على مقاعد البودلاء كله روح واحدة كله إيد واحدة والأهلي يستأنف ميرانو الثلاثاء عقب العودة إلى القاهرة طبعا رحلة هتكون شاقة جدا الوقت هيكون دايق فيها الاستعداد لمباراة يوم الخميس يوم الثلاثة تدريب يوم الأربع هتكون آخر تدريب قبل يوم الخميس قبل اللقاء المهم نادي الأهلي هيستأنف ميرانو يوم الثلاثة على ملعب التيتش بالجزيرة وذلك بعد العودة للقاهرة من بوتسوانا ويدخل الفريق معسكر مغلق بأحد فنادي القاهرة عقب ميران الأربعاء المقبل تميدا لخوض لقاء الإسماعيلي في أولى جوالات بطولة الدولي المطش إن شاء الله يكون يوم الخميس الساعة سبعة على ملعب السلام والبعثة هتعود إلى القاهرة في الواحدة والنصف من فجر غدا الاثنين قادمة من بوتسوانا عقب الفوز على فريد تونش برولوس في الجولة الرابعة من بطولة دولي أبطال أفريقيا بنتيجة هدف مقابل لشيء تاني مباراة الإسماعيلي يوم الخميس الساعة سبعة بتوقيت القاهرة على ملعب السلام غياب عشور عن مباراة التراجي المقبلة قلنا إن بعد ما تلقى حسام عشور الإنظار هيغيب عن مباراة التراجي القادمة اللي هتكون في تونس في الجولة الخمسة من دوري أبطال أفريقيا التراجي عنده عشر نقاط بعد فوزه على كامبالا سيتي الأغاندي إنبارح ونادي الاهلي عنده سبع نقاط وبالتالي هتكون أكيد مواجهة قوية على زعامة المجموعة نتمنى إن شاء الله طبعا لقاء مشرف ما بين الأشقاء طبعا مصر وتونس لكن مباراة ملعب رادس وش حلو علينا ملعب رادس بطولات مين ينسى матشة السفاقس ومين ينسى матشة التراجي اللي قدر الأهلي يفوز هدف لوريد سليمان وهدف لجده مين ينسى لقاء نادي الأهلي والأفريقية التونسية والفوز بدربات الجزاء دائما ملعب وش حلو علينا ملعب يكون حاسم في مشوار نادي الأهلي